لفت التقرير الصادر عن منظمة النهضة العربية لديمقراطية وتنمية أرض بعنوان وصول المرأة إلى العدالة في الأردن إلى أن التحديات التي تواجه المرأة بالوصول إلى العدالة هو نقص الموارد البشرية والمؤسسية للمحاكم الشرعية وصول المرأة إلى العدالة في الأردن هذا كان عنوان تقرير أصدرته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية أرض ويشير إلى أن أبرز ما يواجه المرأة في الوصول إلى العدالة هو نقص الموارد البشرية والمؤسسية للمحاكم الشرعية الأرقام الصادرة في التقرير تشير إلى أن في عام 2010 بلغ عرض القضايا فيها 9269 قضية من قضايا الطلاق والنفقة للطفل أما المتراكم من عام 2015 إلى 2018 فقد بلغ حوالي 20 ألف قضية نتيجة تدفق اللاجئين السوريين علما بأن المملكة وبحسب التقرير تحتوي على 64 محكمة شرعية تضم نحو 234 قضيا شرعيا وتسعمائة وواحد وثلاثين موظفا يخدمون نحو 9 ملايين نسمة التقرير يرى أن النساء اللواتي يلجأن إلى المحاكم الشرعية يستدعي إكمال إجراءات عديدة قبل حل المسألة القانونية وهذا يتسبب بتراكم التكاليف الناجمة عن رسوم المحاكم وفي حال صدور الحكم لصالح المرأة فإنه يترتب عليها دفع رسوم إضافية لتنفيذه ويمكن لهذه العملية أن تؤخر من وصول المرأة إلى العدالة وأخيرا أظهرت المنظمة وفي بحث لها أن 3.4% فقط من النساء المستجيبات كنا راضيات عن تكلفة الوصول إلى المحاكم الشرعية واعتبرت أن 52% من رسوم المحكمة مكلفة للغاية ترجمة نانسي قنقر